نظمت السفارة الشادية بأديس أبابا احتفالاً كبيراً بمناسبة الزكرى السابع والخمسين لإيدا الاستقلال بحضور الجالية الشادية في أسوبيا ومسيلي سفارات الدول الصديقة والشقيقة لشاد والمسؤولين الأثوبيين حيث قدم بهذه المناسبة سفير شاد لدى أثوبيا شريف محمد زين خطاباً تحدث فيه عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ الاستقلال وحتى يون هذا تقرير محمد أسمان بشير بهذا النشيد الوطني احتفلت السفارة الشادية بأديس أبابا العاصمة الإسيوبيا بذكرى السابع والخمسين لعيد الاستقلال ذلك وسط حشد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي للدول الصديقة والشقيقة لجمهورية الشاد في خطابه سفير جمهورية الشاد لدى إسيوبيا والمندوبة الدائم لدى الاتحاد الأفريقي شريف محمد زين أمام نظرائه الدبلوماسيين والجالية الشادية المقيمة بأديس أبابا تناول السفير الشريف محمد زين المراحل التاريخية التي مرت بها شاد حتى نالت استقلالها مطلع تاريخاً 1960 كما أكد سفير الشادي بأن شاد قد عانت الويلات من أجل أن تنال استقلالها من جمهورية فرنسا المسعمرة ومنذ ذلك التاريخ أكد سفير الشادي بأن جمهورية شاد قد شهدت هروباً متنوعة حتى مطلع تاريخاً 1990 عند مجيء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذي جاء بجميع المبادئ التي تنادي بالحرية والديمقراطية وانتقلت شاد في ظل القيادة الحالية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والحزب الحاكم الحركة الوطنية للإنقاذ MPS بشاد إلى دولة نامية تعتزوا بمكانتها على مستوى القرى السمراء ودول العالم كما أكد سفير الشادي بأن تولي جمهورية شاد على عديد من المناصب الدولية على مستوى القرى السمراء والعالم يترجم ذلك القوة التي تتمتع بها جمهورية شاد اشتركوا في القناة